ظهير داري والد أشرف داري منضم حديثاً إلى النادي الأهلي أستاذ ظهير مساء الخير أخبر حضرتك ايه؟ كله كويس؟ والله كويس الحمد لله ما دونتم أنتم كويسين نحن كويسين الحمد لله كله بصحة جيدة أشرف مبارح ما كانش حاضر الحفل التتويج شفت مبارح حفل التتويج النادي الأهلي ازاي؟ حضرتك اللي ما كنتش موجودة ناسف والله أنا كنت أتمنى أن نكون حاضر في التتويج ونفرح مع النادي الأهلي وجمهور الأهلاوي والحمد لله من هذا المنظر أنا كان نحييهم وكان بارق لهم الفوز في البطولة لأن البطولة الحمد لله ليس جديدة على طريقه الأهلي الحمد لله نحن فرحانين والله فرحانين بزيزا يعني واضح أن أشرف كمان يعني أفرحه هتبقى كتيرة مع النادي الأهلي شايف إزاي طموحك وأشرف داخل على بطولات يعني احتفال مبارح بالبطولة الماضية داخل يوم الجمع على ماتش مهم السوبر الأفريكي أمام الزمالك شايف المسألة إزاي الجمع؟ والله شوف أشرف كان ممكن يكون حاضر في المقابلة بتاعت البارح لكن طاقم دادي الأهلي خلاه حافظاً لأنه باش يكون متاح لفارق وصل يعني داد الزمالك أه أه عبدو لله يعني ما عنده تشعي صعب الآن لو كيتمرل مع الفارق وكي ما شوف في الصور بعض الصور يعني كيتمرل مع الفارق دي ألو وإن شاء الله غادي يكون يعني غادي يكون واحد دعم أساسي إن شاء الله لفارق دي الأهلي إن شاء الله بإذن الله تشوف أشرف قريب مع النادي الأهلي ويحقق كل اللي أنت بتحلم به وأدوة ما كانت منه يعني إن شاء الله إن شاء الله يعني بشل النادي الأهلي طريق القرن لأنه صاحب التتوجات وصاحب القروس والحمد لله إن شاء الله بإذن الله وإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله بإذن الله أشكرك يا فنم شكرا جزيلا وبالتوفيق إن شاء الله بإذن الله أشرف مع النادي الأهلي المترجم للقناة